السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله في محاضراتنا اليوم سنتناول الشابطر الثالث شابطر ثري هذا الشابطر يتكلم عن مكونات هذا الشابطر وتتكون من مجموعة من المواضيع الأساسية شابطر Outline Internal Structure of an Atom Atomic Number and Mass Number Isotopes and Atomic Masses The Periodic Law and the Periodic Table Metals and Non-metals Electrons Arrangement Within Atoms Electron Configuration and Orbiter Diagrams The Electronic Basis for the Periodic Law and the Periodic Table Classification of the Elements هذا المواضيع طبعا اللي بضمنها هذا الشابطر الشابطر ثري يعني بداية يبدأ في وصف تركيب الضرة من الداخل اللي إذا منقول Internal Structure of an Atom Internal Structure of an Atom اللي حنلاحظ أنه التركيب الداخلي للذرة بنطلق عليه أو مكونات الضرة ممكن نطلق عليها Sub Atomic Particles Sub Atomic Particles اللي هي عبارة عن الجزئات Sub Atomic Particles Sub Atomic Particles تعريفها بنقول It's a very small particle that is building a block for atoms إذن الـ Sub Atomic Particles هي عبارة عن جزئات صغيرة جدا وهي التي تكون المكونات الأساسية لإضارات مكونات الأساسية Building Block لإضارات الـ Sub Atomic Particles تتكون من ثلاثة أشياء من الإلكترون والبروتون والنيترون إذن تتكون من الإلكترون تتكون من البروتون وتتكون أيضا من النيترون إذن الثلاثة هذولة نسميهم Sub Atomic Particles ف Sub Atomic Particles هم الأجزاء المكونة للضرة نفسها إذن الضرة تتكون من ثلاثة أجزاء أساسية إلكترونات البروتونات النيترونات في عندي الإلكترونات والبروتونات هذه بتكون مشحونة بشحنات مختلفة فمثلا الإلكترونات بتكون مشحونة بشحنة سالبة عشان هيك بنقول عن الإلكترون تعريفنا للإلكترون إذ Sub Atomic Particle لأنه احنا قلنا إنه هو بSub Atomic Particle that possesses a negative electrical charge ويعتبر طبعا هو أصغر شيء في الضرة أصغر مكوّن من حيث القتلة حيث الكنتلة أما بالنسبة للبروتون برضو نفس التعريف is the Sub Atomic Particles إذن هو البروتون برضو Sub Atomic Particles that possesses a positive electrical charge برضو هو عبارة عن Sub Atomic Particles أحد مكوّنات الضرة ولكنه يحتوي على شحنات موجبة أو مشحون ب positive electrical charge طبعا الآن الضرة و negative charge the same بنلاقي الاثنين carry the same amount of charge نفس الكمية من الشحنة يعني الشحنة الموجبة في الضرة سوي الشحنة السالبة في الضرة عشان هيك بنقول إنه الضرة متعادلة كهربيا إنه الضرة متعادلة كهربيا positive versus اللي هو negative يعني positive عكس negative أما النيوترون برضو هو sub atomic particles مال has no charge associated with it it is or that is it is neutral إذن هو إيش neutral مالوش شحنة مالوش شحن حنلاحظ إنه كل من البروتون والنيترون الكتلة بتاعتهم بساوي تقريبا 2000 مرة times behavior the electrons إذن الكتلة بتاعت كل من البروتون أو النيترون بساوي تقريبا 2000 مرة أذقل من كتلة البروتون الجدول الموجود قدامك هذا بيقول إنه طبعا جميعين المقاربة بين الالكترون والبروتون والنيترون وجدنا إنه الالتشارج حنتكلم عليها عن الالتشارج negative الالتشارج positive هنا zero إذن هنا متعاد neutral الالتشارج mass بلي جرام هذا بيساوي الالكترون 9.109 10 to power minus 28 إذن صغير جدا بالنسبة للبروتون اللي بتساوي كتلته 1.670 times 10 to power minus 4 طبعا هذا كله بيلي جرام وللالنيترون الكتلة بتاعته قريبة جدا من كتلة بروتون زي ما أنت شايف يعني فقط الاختلاف في الرقم الرابع في significant figures هي أنا ثلاثة وهنا ايش خمس relative mass based on the electron being one unit electron هنا بنلاقي relative mass واحد relative mass one thousand and eight hundred three seven هنا one thousand eight hundred thirty nine أدقل من اللي هي الالكترون إذن بيسو ما يقارب الفين مرة التقريب طبعا الفين مرة ال arrangement of sub atomic particles within atom يعني كيف إحنا هنتعامل مع ترتيب الجزئات هنتعامل مع ترتيب الجزئات داخل الظرة داخل الظرة طبعا المعروف إنه الظرة بتتكون من sub atomic particles الساب atom كبار تقص هذا التحوي الإلكترونات والبروتونات والنيترونات حنلاحظ إنها بتنقسم إلى قسمين أساسيين القسم الأول اللي هو عبارة عن النيوكلياس والقسم الثاني هو الفراغ الهائل اللي بيكون حول النوى النيوكلياس إذن هذه النيوكلياس هي عبارة عن small بتكون أيضا dense يعني بتكون small صغيرة بتكون كثيفة بتكون positively charge center of an atom إذن النيوكلياس النوى بتكون صغيرة جدا بتكون الكثافة تعتها عالية وبتكون موجودة في المركز وشحنتها موجبة وبتكون الشحنة بتعتها موجبة وبتكون تحتوي على البروتونات والنيوترونات عشان هيك ثقة للذرة موجود داخل النواة ثقة للذرة موجود داخل النواة بسبب وجود البروتونات والنيوترونات وعلى هكذا بيكون 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 اعنى النواز اذا النواة بتتميز انه هي اعنى وايضا وتتميز انه هي والمصور ولذلك هي تكون عالية اللي هي الكثافة بسبب صغر الحجم بتاحها وبسبب انه الكتلة بتاعتها عالية اما لما نيجي خارج النواة الاوتر والاكستيرنات نيوكليار ريجون خارج النواة الاتومز بنلقيه مكون كله من مين من الالكترونات بنلقيه مكون من الالكترونات في هذه المساحة الهائلة المحيطة بالنواة اذا الريجون هذه بنلقيها for most of the volume of an atom يعني الحجم معظم الحجم بكون موجود في المحيط في المكانة وفي الاسبيس المحيط للنواة وهذا موجود في الالكترونات بتتحرك هذه الالكترونات بشكل سريع حول النواة بتتحرك بشكل سريع about the nucleos تتحرك أو تتحرك بشكل سريع حول النيوكلياس طبعا الحركة السريعة هذه هي بالسبب أن هناك في قوة تجادب أو الشحنات الموجبة الالكترونات الموجودة في النيوكلياس مع القوة المعاكسة أو المضادة لها اللي هي عبارة عن الشحنات السالبة اللي حول النواة اللي بتحملها الالكترونات طبعا إذن الموشن إذن الحركة بتعد الالكترونات إن إكسرا نيوكلياس تترميز the volume size of the atom in the same that the same way that the blood of if one determines of a volume by it is circular motion إذن لهذه الالكترونات زي ما احنا شايفين إنها بتتحرك في حجم كبير جدا خارج النواة وبتكون حركتها دائرية بتكون في حركة دائرية وبنسميها الالكترونيك لاود بنسميها السحابة الإلكترونية السحابة الإلكترونية حول من حول النواة وهي بتكون negative charge طبعا حول النواة وهذه بينها وبين النواة اللي هو قوة تجاد attractive forces لأن الشحنات السالبة بتاعت الإلكترون مع الشحنات الموجبة بتاعت البروتونات الموجودة في النواة والاثنين هذول بيعملوا قوة تجاد بذلك ويخلوا أن الإلكترون الموجودة الموجودة بيكون مستقر بعدين حنلاحظ كمان إنه النوكليس موجود فيها حاجتين البروتونات والنيترونات عشان هيك تسميت الجزء هذا اسمه النيوكليون اسمه النيوكليون إذن إيش تعريف النيوكليون بيش النيوكليون طبعا النيوكليون جاي من النيوكليون يعني المكونات الموجودة في النواة اللي هي عبارة برضو عن sub-atomic particles found in the nucleus of an atom إذن هي محتوى على كل من البروتونات والنيترونات داخل النواة عشان هيك لما نقولك اذكر ال sub-atomic particles حتقول ال sub-atomic particles هو عبارة عن البروتونات المكونة من الالكترونات والبروتونات والنيترونات لما نقولك إيش تعريف النيوكليون حتقول هو sub-atomic particles لكن هو الموجود في النواة وهو عبارة عن البروتونات والنيترونات فقط دون الالكترونات أيضا لما نتكلم عن charge neutrality of an atom يعني هتكلم عن الشحنة المتعادلة للذرة الشحنة المتعادلة للذرة طبعا الشحنة المتعادلة للذرة هي جايب من positive charge وال negative charge المتسويين لأنه أنا في عندي equal numbers of positive and negative charge given a net electrical charge of zero إذن هنا البروتونات اللي هي positive charge بتساوي النيترونات اللي هي بتساوي الالكترونات اللي هي negative charge إذن عدد positive charge اللي هي في النيترونات بتساوي عدد negative charge اللي هي في الالكترونات عشان بهيك بنقول إنه الشحنة الكهربية بتاعتها متعادلة وتساوي الشحنة صفر ساوي الشحنة صفر أيضا size relationships with an atom برضو العلاقة الحجمية داخل الذرة طبعا إحنا بنلاحظ إنه الذرة محتوية على الإلكترونات وبروتونات والنيوترونات وهذه طبعا صغيرة جدا إلى درجة متناهية لكن إحنا بننمثل هذه العملية نحط عندنا تصور إنه النيوكلياس في الحجم بدي أجيب النيوكلياس نوا بدي أفترض أنه لدي نوا بحجم البيز بول حجم البيز بول اللي هي الكرة البيز بول هذه الكرة تقريبا حجم القطر تاحة بسوية 2.9 إنش في الديامتر بتاحة يعني الديامتر تاحة 2.9 الحجم هذا اللي أنت شايف وهو حجم النوا حجم النوا اللي بساوي حجم كرة البيز بول بساوي 2.9 إنش هلاحظ إنه the whole atom would have the diameter of approximately 2.5 ميل يعني هذا الحجم القرى الصغيرة جدا بتعطينا حجم للذرة نفسها بساوي تقريبا 2.5 ميل يعني حجم ضخم جدا 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 بعدين كمان لو جيت للكثافة لو أنا برضو بدي أتخيل وأتصور إنه هناك عندي كوين اللي هي قطعة من النقود the same size as a cover beneath content cover in nuclei بدي أنا أتصور إنه في عندي أنا قطعة من النقود هذه القطعة من النقود هي بتساوي تقريبا اللي هو حجم البنس من اللي هو النحاس حجم البنس من النحاس هذا الحجم لانت شايف لحجم القطعة النحاس لحجم البنس من النحاس الصغيرة هذه بدي اعتبر إنه هي عبارة عن أنوية فقط مجردة من الذرات فقط هي عبارة عن أنوية هذه الأنوية في الحقيقة لو إحنا حطينا قطعة من النقود بحجم البنس وموجود فيها ذرات وموجود فيها أنوية فقط من ذرات أنوية ذرات النحاس حلاحظ أن الكون هذه هذه القطعة يكون الوزن تاح تقريبا عن 190 مليون طن 190 مليون طن وهذا يبين بشكل واضح كيف ثقل النواة كيف ثقل النواة إذن القطعة الصغيرة اللي انت شايف هذه القطعة صغيرة جدا اللي هي حجم قطعة من النقود هذه بتمثل لو كلها أنوية مجرد من الذرة مجرد من الإلكترونات بتاعتها ستريب اللي هي مجرد من الإلكترونات بتاعتها حلاحظ أنو وزنها بساوي 190 مليون طن 190 مليون طن الآن بدأ شوف إيش العلاقة ما بين الاتوميك نمبر أند ماس نمبر العلاقة ما بين العدد الذري والعدد الكتلي إيش هو الفرق بين العدد الذري والعدد الكتلي طبعا هذا الكلام احنا بالتأكيد احنا سمعنا عنه كثير قبل هيك ولا بأس انه احنا يعني نعيده مرة ثانية بنقول الاتوميك نمبر العدد الذري is the number of protons in the nucleus of an atom إذن الاتوميك نمبر العدد الذري هو عبارة عن عدد البروتونات في نواة الذرة وهو ايضا بساوي عدد الالكترونات اللي بتدور حول الذرة حول النواة في الذرة المتعادلة اذا الاتوميك نمبر هو عبارة عن number of protons زي ما انت شايف وهو ايضا بساوي number of electrons في الذرة المتعادلة في neutral atoms هذا عبارة عن الاتوميك نمبر العدد الذري وبال مزئله بالرمز زد ويوضع هذا الرمز اسفل رمز العنصر من البداية اسفل رمز العنصر من البداية اما الماس نمبر العدد الكتلي هو عبارة عن كتلة هو عبارة عن عدد البروتونات والنيترونات داخل النواة هذا هو العدد الكتلي لانه الكتلة ابتعت كل من البروتونات وعدد النيترونات داخل النواة هذا اسمه العدد الكتلي اذا العدد الكتلي الماس نمبر هو عبارة عن مجموع النمبر البروتونات النيترونات النيترونات ونرمز اله بالرمز السيمبول ايه كبتال لتر وهذا يوضع الرمز ايضا في مقدمة اعلى الرمز مقدمة اعلى الرمز زي ما حتشوف الان زي ما حتشوف الان هاي هاي السيمبول هاي الرمز الكيميائي الان الماس نمبر هاي اجت في مقدمة الرمز الكيميائي ايه ورمز ناله ايه والاتوميك نمبر العدد الذري ايضا في مقدمة الرمز الكيميائي لكن على الاسفل اذا هاي المنطقة هاي المنطقة هاي العلوية بنسميها الصوبر سكريبت والمنطقة السفلية هاي بنسميها سبسكريبت إذن هنا بنقول الهانا الاتوميك نمبر هو عبارة عن السبسكريبت والماس نمبر هو عبارة عن السوبر سكريبت إذن السبسكريبت أيضا موجود في المقدمة بالكيميك في الخ馬بار حتى المبارة النمبر ومسكريبت الموجود في المقدمة بالكيميك في الخامج الموجودة زي ما انت شايف. زي رمز لفلور 919. صوديم 1123. جولد 79197. وهكذا. اذا اللي تحت هدولة كلهم اللي هم بسموها السابق اسكريبت. وبمثل الاتوميك نمبر واللي فوق هدولة عبارة عن الماس نمبر وبسميها السابق. لكن احيانا قد تجد في بعض الكتب يعني حتى ما تتفاجأ في بعض الكتب حتلاحظ انه ممكن تكونوا الاثنين هدولة هذا الزد يكون فوق والاي يكون تحت عشان بعد هيك يعني ما يكونش عندك اي غرابة لو انت لاحظت الامور هادة. اذا ارجع مرتاني اقول number of protons بيساوي الاتوميك نمبر ويساوي زد. والنمبر اوف الاكترونز برضو الاتوميك نمبر وهو زد. اذا الاثنين هدولة قد بعض. والنمبر اوف النيترونز عدد النيترونات قديش بيساوي بيساوي الماس نمبر مطروحة منه الاتوميك نمبر. يعني اطرح الزد من الايه بيعطيني عدد النيترونات. وناخد مثال على ذلك نحدد عدد البروتونات والنيترونات والالكترونات. في المثال اكزامي لثري بوينت وين. ان اتم هاز ان اتوميك نمبر اوف ناين. ان ذا ماس نمبر اوف ناين تين. الان طبعا انت بدك تحسب. الان التسعة هنا هي عبارة عن اتوميك نمبر. اذا تعني من خلال دراستنا الاتوميك نمبر اي بمعنى عدد الالكترونات وهي نفسها عدد البروتونات الموجودة في النواة. اذا الاثنين سيساوي. اذا there are nine protons موجودة في النواة. وايضا سيكون nine electrons الموجود حول النواة. اما النيترونات بالساوي اللي هو الماس نمبر ناقص. الاتوميك نمبر. الماس نمبر طبعا عندي تسعة عشر. والاتوميك نمبر عندي تسعة. اذا حيضط عدد النيترونات بالساوي عشرة. عدد النيترونات بالساوي عشرة. هذا كلام تطبيقي بسيط. لكن احنا يعني كان الصح ان احنا نذكره حتى ننعش الذاكرة من جديد. العناصر الموجودة في الجدول الدولي طبعا هي one hundred and seventeen non elements الموجودة في الجدول الدولي. ومرتبة حسب الاتوميك نمبرز. مرتبة حسب عدد الذري. اذا كل عنصر من العناصر مرتب ترتيبا تصاعديا في الجدول الدولي. حسب عدد. حسب العدد الذري لهذا العنصر. حسب العدد الذري لهذا العنصر. وحلاحظ انه هذه العناصر منها اللي هو موجود في الطبيعة. ومنها ما هو مخلق في المختبر. الموجود في الطبيعة من رقم واحد لرقم اتنين وتسعين اللي هو عبارة عن اليورانيوم. اذا اكبر رقم ذري للعناصر الموجودة في الطبيعة من المية وسبعتاشر عنصر هو اليورانيوم. حيث يمثل الاتوميك نمبر بتاعه اتنين وتسعين. اما ما بعد اتنين وتسعين الاليمنس. اللي بعد اتنين وتسعين يعني تلاتة وتسعين حتى مية وستاش. وبعدها المية وطمانطاش. ار اور لابوراتوري بروديوز. اذا هذه عبارة عن لابوراتوري بروديوز. اي انها اي ما لها. انها وجدت محضرة او ممكن تحضيرها داخل المعمل. طبعا احنا عندنا مية وسبعتاش. يعني اما في العنصر الو مية وثمانطاش لسه لم يكتشف بعد. اذا لابوراتوري اكسبرمنس تو بروديوز ايلمنس وانه هندر سفنتين هاف نطبي ساكسسفول. طبعا هذا الكلام احنا الآن تعرضنا له وشرحناه وبيناه. الالكترونز ان كيميكال ايش علاقة اللي هي الخواص الكيميائية بالالكترونات. ايش طبعا احنا عارفين انه اللي بيحدد الخواص الكيميائية للعناصر اللي هو عبارة عن الالكترونات اللي بتدور حول النواة. وخاصة الالكترونات الموجودة في الفيرانس شيل او الاوتر فيرانس شيل اللي موجودة في الغلاف الاخير للذرة لانه هم اللي بتفاعلوا مع بعض. اذا الالكترونات من احد الظرتين مع الالكترونات من الظرة الاخرى بحصل بينهم انتر اكس. اما لنيوكليس بتكون بعيدة جدا عن التفاعل الكيميائي. اذا ليس لها علاقة بالتفاعل الكيميائي. اذا التفاعل الكيميائي ستفلو موجودة بتثر monterى موجود بحصل skip بحصل من احد الظرتين تفاعلوا الاوتر اذا اقضرت اذا الان بحصل في تفاعل السف موجودة ما بين الالكترونات الخارجية لكول Eli من العنصرين اللي بتفاعلواenviron بعض وبيحصل في تلك اللي هو كيميكال ري أكشان تفاعل كيميائي بيحصل تفاعل كيميائي إذن التفاعل كيميائي لا يعتمد على أنوية لكنه يعتمد على عدد الإلكترونات الموجودة في الغلاف الأخير أو بسميه اللي هو غلاف التكافؤ وبيعتمد على عدد الإلكترونات في هذا الغلاف عشان هيك نقول أنه العنصر العنصر لا يمكن هو عبارة عن بيور سبستانس لكن لا يمكن أنه يتجزى إلى مكونات أصغر منه بالطرق الكيميائية العادية عشان هيك بنقول أنه الإليمنت العنصر is the pure substance in which all atoms present have the same atomic number يعني لو أخذنا مثلا عنصر النحاس حلاقي عنصر النحاس هو عبارة عن مادة ناقية كل الذرات الموجودة فيه إلها نفس العدد الذري لو أخذت عنصر الألمنيم حلاقي أنه أيضا هو بيور سبستانس وأنه جميع الأتمز الموجودة فيه تحتوي على نفس الاتوميك نمبر لو أخذنا الذهب الجولد حلاقي برضو هو بيور سبستانس وهكذا هذا الكلام طبعا حينتقل بينا إلى ما يسمى بالآيزوتوبس and atomic masses إذن الآن لما إحنا قلنا إنه كل عنصر من العناصر إلو عدد ذري بمعنى إنه إلو عدد من الإلكترونات داخل العنصر الواحد عدد الضرات متشابهة وعدد الضرات بتاعته بالتأخيد متشابهة الآن لكن بنلاحظ إنه إحنا بعض العناصر بنلاقي إنه بتختلف بيش في الاتوميك نمبر لا بتختلف في الاتوميك mass بتختلف في الكتل الذرية بتختلف مع بعضها في الكتل الذرية طبعا السبب إنه بتختلف في الكتل الذرية بسبب اختلافها في عدد النيترونات بسبب اختلافها عدد النيترونات لأن عدد البروتونات وعدد الإلكترونات للعنصر الواحد متساوية تماما أما الاختلاف بيسير أحيانا في عدد البروتونات وهذا بغير في الاتوميك ماسيز وهذا بغير في الاتوميك ماسيز وهذا بيعطينا اللي هو النظائر ما يسمى الآيزوتوبس أي النظائر للعنصر الواحد حيث تلاقي العنصر الواحد له مجموعة من النظائر إما يكون له نظرين أو ثلاثة أو أربعة حسب هذه العناصر واختلافاتها إذن الآيزوتوبس ما هي الآيزوتوبس؟ بنقول الآيزوتوبس Atoms of an elements that differ in neutron account are called isotopes إذن الاختلاف في عدد النيترونات إذن isotopes are atoms isotopes are atoms of an element that have the same number of protons and the same number of electrons but differ numbers of neutrons إذن الاختلاف ذرات العنصر الواحد في عدد النيترونات فقط مع اتفاقها في عدد البروتونات وعدد الالكترونات بنسمي هذه isotopes أي النظائر للعنصر الواحد وحنلاحظ أن النظائر للعنصر الواحد زي ما حنشوف الآن في الجدول الـ isotopes of an element have the same chemical properties إذن إلها نفس الخاص لأنه العلاقة في النواة وأنا قلت أنه النواة ما بتدخلش أو ما بتتحددش التفاعل الكيميائي عشان هيك الصفات الكيميائية بتتغيرش للـ isotopes المختلفة للعنصر الواحد لكن but their physical properties are often slightly different يعني اختلاف بسيط بكون في الصفات الخارجية بسبب الاختلاف في الـ physical properties بتاع هذه الـ isotopes عشان هيك بنقول الـ isotopes of an element have the same chemical properties because they have the same number of electrons the same number of mean of electrons وبنقول إنه هي أيضا بكمان slightly different physical properties بالسبب إنه have different numbers of neutrons and therefore different masses وهذا هو السبب إنه البعض الصفات الفيزيائية بتختلف بسبب الاختلاف في عدد الـ neutroنات وبالتالي هو الاختلاف في الكتل بالنسبة لهذه الظرات most elements found in nature exist in isotopic forms يعني كثير أو معظم الـ elements الموجودة في الطبيعة بتكون موجودة في شكل isotopes ممكن نخل مثال زي السيليكون مثلا السيليكون atoms have 14 protons 14 electrons most silicon atoms have also contain 14 neutrons لكن البعض يحتوي على 15 neutrons والبعض الآخر يحتوي على 16 neutrons إذن لتطلع الآن هاي السيليكون السيليكون 14 28 سيليكون 14 29 وسيليكون 14 30 إذن هنا اتفقوا في الـ atomic number هاي 14 14 14 لكن اختلفوا في الـ atomic mass 28 29 30 لو أنت طرحت الـ 14 من 28 سيعطيك 14 هنا سيعطيك 15 هنا سيعطيك 16 إذن الثلاثة هذولا اختلفوا في عدد الـ Neutron وبالتالي بنقول السيليكون الـ 3 isotopes له 3 isotopes وعشان هيك بنسمي الـ isotopes هذه بنسميها حسب الـ mass number نقول سيليكون 14 82 سيليكون 28 سيليكون 28 سيليكون 28 وفقا لأنه العدد الذري الكتر إليه 28 سنقول هذا السيليكون 28 وأبو 29 سنقول سيليكون 29 وسيليكون 30 أو 30 إذن كل نوع من السيليكون حسب الـ atomic mass استطيعه بنسميه لكن هناك فيه isotopes طبعا لها أسماء أخرى مختلفة شائعة وحنتعرض إليها وحنشوف فيه الجدول إن شاء الله تعالى طبعا الـ الاختلاف هذا اختلاف بنحدده 28 والـ 23 والـ 30 هذا بكون عبارة عن لأنه موجودة في الطبيعة بنسب مختلفة بنسب وجودية مختلفة مثلاً هتلاقي إنه هو الـ isotopes اللي هو الثلاثة موجودين بـ أول حاجة على الترتيب 92 و 21% بالمية بالنسبة للسيليكون 28 إذن هذا نسبته في الطبيعة يعني نسبة وجوده في الطبيعة 92 و 21% بالمية لكن تعال للسيليكون 29 نسبة تقليلي جداً أربعة و 17% بالنسبة للأول والثالث أيضاً السيليكون 30 نسبته 3.09% إذن كل نظير من نظائر العنصر واحد بيختلف نسبة وجوده في الطبيعة بيختلف نسبة وجوده في الطبيعة على هذا الأساس إنه إحنا ممكن نحسب اللي هو العدد الكتلي للذرة من خلال المتوسط لمجموع الكتل الذرية ووجودها في الطبيعة بالنسبة لهذه العناصر أو بالنسبة لهذه الأيزوتوبس لهذه العناصر طبعاً هذه العناصر إذا كانت طبعاً إلها أيزوتوبس بنلاحظ إنها بتكون ريديو أكتف عشان هيك بنقول كل هذه الأيزوتوبس إنها مستقلة وهي ريديو أكتف وهي ريديو أكتف ومن خلالهم إنها مستقلة يمكن أن تستخدم في العناصر أيضاً كما في الطبيعة يعني هذه العناصر اللي بتلاحظ إنه معظم الأيزوتوبس العناصر الأيزوتوبس اللي هي سنتيتك أيزوتوبس بنلاقيها غير مستقلة وبنلاقيها هي عبارة عن ريديو أكتف اللي هي عناصر مشعة عناصر مشعة وممكن نستخدمها بشكل كبير في الأبحاث الكيميائية وممكن نستخدمها كذلك في اللي هو الطب في المجالات الطبية هنا عندي مثالي 3.2 هذا مثالي بقولي determine the following for an atom whose complete chemical symbol is 20 26 magnesium بدك تحسب A the total number of sub-atomic particles present in the atom بدك تحسب لي The sub-atomic particles induces ونجب أن تكون فهم جم الوضع Sub-atomic particles م exercising وبدك تحسب لي both the total sub-atomic particles الموجودة في النواة certeza الض�ن كانت أولاً موجودة في الضرة الثانية موجودة في النواة Obviously واحد موجودة في الضرة و 찾아 اولاً في الضرة O שא� عشان انت تكون فاهم ايش معنى النيوكريونز والتوتال شارج انكلودينج صاين اسيشيتد ويذ نيوكليس اف ان اتم بدك تحسب الشارج الموجودة في الضرر طبعا اول مطلوب بدنا نحسب الاتوميك بارتيكلز معناها بدك تحسب عدد الالكترونات والبروتونات والنيترونات اذا بدك تحسب اللي هو الاثناش اللي هي عدد الالكترونات مع عدد البروتونات وعدد النيترونات اللي هي 26 حيعطيك 38 اذا هذا اسمه الصب اتوميك بارتيكلز للذرة طب للنوا الموجودين في النواه هو 26 خلاص ما هو محسوب وجاهز هي 26 صب اتوميك بارتيكلز الموجود في النيوكليوس المطلوب الثالث سيدة نيوكليونز النيوكليونز برضو اللي هو 26 لانه هو مفهوم النيوكليونز العبارة عن عدد البروتونات وعدد الالكترونات الموجود في النواه اخر شيء بدك تحسب اللي تشارجز اللي تشارجز طبعا هتكون في عندي 12 تشارجز موجبة اللي هي البروتونات و12 تشارجز سالبة اللي هي الالكترونات اذا حيكون عندي هنا الـ 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 اندكيس دات 12 بروتونات تشارجز ذات النيوكليار تشارج از 12 النيوكليار تشارج از 12 لانه هو طالب لتشارج الموجود في النيوكليوس لو قالك لتشارج الموجود في الاوتر النيوكليوس هتكون اللي هو عبارة عن 12 بالسالب والسؤال هذا زي برضو حنشوف ايش الـ كيف احنا بنحسب اللي هي الكتل الذرية الكتل الذرية طبعا اننا ما نحسب الكتل الذرية انا عندي طبعا عنصر الو مثلا ثلاثة من الايزوتوبس اندو ثلاثة مثلا ايزوتوبس او اكتر من ثلاثة ايزوتوبس طبعا كل ايزوتوب الو اتوميك مختلف عن الثاني زي ما شوفنا السيليكون 28 29 و30 الاتوميك ما سستيعه طبعا انا كيف احسب العملية هذه اذا لازم انا احسب الويت افريج ماس او ايزوتوبس ليه الايلمنت ده احسب ايش الويت افريج بده احسب اللي هو المتوسط الكتل ليه الايزوتوبس للعنصر الواحد اذا انا بدي اجي احسب عشان احسب الاتوميك ماس احسب بمعنى اللي هو الكتلة الذرية ل اي عنصر الو ايزوتوبس مختلفة الو نظائر مختلفة معناه انا بحسب ها من خلال متوسط الكتل للنظائر للعنصر الواحد وفقا ل يعني مادة محددة بسميها الوزن بالنسبة الها زي الكاربون 6 12 زي الكاربون 6 12 اللي هو عبارة عن الريفرانز بتاعنا عبارة عن الريفرانز بتاعنا اذا الكاربون 6 12 هو عبارة عن الريفرانز بتاعنا اللي احنا هيش هنشتغل عليه طبعا في عندي اللي هو المثال اللي ببين إليه في هذا الحالة اللي هو ال نيشاري اوكيرين كلورين اكزيست انتو ايزتوب فورمز اللي هو عبارة عن 17 35 و 17 37 هذول نظرين لعنصر دي كلور نظرين من نظار عنصر دي كلور انه هو بقول دي ريلاتيف ماس للأول بساوي 34 97 اتميك ماس يونت وللثاني ونسبته في الطبيعة بساوي 75 و 53 من مية في المية والثاني ايضا اللي هو هذا النسب اللي هو اتميك ماس يونت تاعه 36 97 اتميك ماس يونت ونسبته في الطبيعة بساوي 24 47 من مية في المية احسب الاتوميك ماس للكلورين احسب الاتوميك ماس للكلورين اذا الحل بسيط السليوشن بسيط تاعه اللي هي اولا احسب اللي هو الاول قديش الاتوميك ماس بتاعته وهي عبارة عن اللي هو النسبة المقاوية النسبة المقاوية اله في الطبيعة في الكتلة بتاعته والثاني النسبة المقاوية اله في الكتلة بتاعته وبعدين احسب الكتلتين تاعته اللي هو الاتوميك ماس للكلورين يعطيني اللي هو مجموع الكتلتين اللي حسبتهم ويعطيني 35 و 46 مية اتوميك ماس يونت طبعا هتطلع هنا هتلاحظ انه في عندك الايزوتوبس المختلفة زي مثلا الهيدروجين الو 3 ايزوتوبس 1H1 1H2 1H3 وانسبت في الطبيعة طبعا هذا الجدول بشل الحفظ لكن للمعرفة